تحولت مشاكل الطيار الوطن الحر الداخلية لسجال حول دور مسؤولين بالطيار بالإنهيار الاقتصادي آخر هالسجالات طالت دور النائب إبراهيم كنعان لاستقال اليوم من الطيار فهل كان كنعان حامل حقوق المدعين مثل ما بيدعي؟ أو خادم صغير عند المصارف؟ سربت قيادة الطيار امتعاضة من دور كنعان بحماية المصارف واسقاط خطة حكومة حسان دياب رد كنعان مبارح واعتبر أن الخطة كانت شطب للودائع وأن الخطة ما وصلت أصلاً على المجلس النيابة بسبب خلافات الحكومة ومصرف لبنان هون دخلت وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم وذكرت أنه كنعان اتفق مع لجنة المال والموازن اللي بيرأسها ومصرف لبنان والمصارف والدولة العميقة لإسقاط الخطة اللي كان ممكن تنقذ أموال الناس تحدت نجم كنعان بأنه يجع مناظرة وفيه إعلاميين طوعوا لتنظيمة بصرف النظر عن الخلافات داخل الطيار كان دور كنعان أساسي بمرحلة الانقلاب على الحلولة المالية بوقتها اعتمدت خطة حكومة الدياب على تقديرات شركة لازار لخسائر المصارف ومصرف لبنان يعني الفرق بين الموجودات المتبقية عندها مقابل الالتزامات للمودعين وكشفت حجم الخسائر اللي كانت مخباية بأعمال تزوير ارتكب رياض سلامة كانت هذه الخطوة مهمة أولاً للتضيئ بأسباب الخسائر وتانياً لوضع آلية للتعامل معها وتسديد أكبر نسبة من الودائر الخطة كانت قادرة وقتها تسدد 98% من الحسابات المصرفية كلياً وتفرض على المصارف شطب ملكية أصحابها وإدخال مساهمين جداً لإعادة تمويلها بالمقابل المصارف وسلامة وكتر المجلس النيابة ما كان بدهم لا تضيئ ولا آلية عادلة هون إيجا دور كان عان من خلال لجنة المال والموازنة أسس لجنة فرعية اسمها لجنة تقصي الحقائق شارك فيها ممثلين من كل الكتل تمنت اللجنة كل الاحتيال اللي قام فيه سلامة لينكر الخسائر وهيك قوة موقف سلامة وصار قادر يتمرد على خطة الحكومة بدل ما يلتزم فيها إنكار الخسائر وتطير خطة الحكومة فتح باب خطة الظل بدل إعادة هيكلة القطاع بشكل شفاف اعتمت سلامة عميم متفرقة فرضت الهيركوت على السحوبات وتخفيد قيمة الليرة والتقشف بالدولة دفع ثمنه الناس واحتفظ المصرفيين بملكية مصارفهم من دون تدقيق أو محاسبة كان إبراهيم كان عن ديناموها المخطط بالتعاون مع كل الكتل وسلامة والمصارف ترجمة نانسي قنقر